صراع ما بين المزيف والحقيقي صراع أزلي لا ولن ينتهي دائما المزيف يكره الحقيقي كره العمى يحاول النيل منه بشتى الوسائل يحاول تشويهه التشكيك والطعن فيه فقط لكي يحل محله هذا دأب المزيف في مواجهة الحقيقي والحقيقي لا يبادل المزيف بالمثل لا يعمله بالمثل إن فعل ذلك هذا يعني بأنه حول المزيف إلى حقيقي محاولات استهداف المزيف للحقيقي نجدها في السياسة في الاقتصاد في الفنون والأداب في الثقافة بشكل عام في حياتنا الاجتماعية يحدث أن نرى قطعة أدبية أو لوحة أو مقطوعة موسيقية تبدو للوهلة الأولى جميلة ومتقنة لكن مع قليل من التأني والتركيز والبحث والتحري النقدي الحقيقي سرعان ما يتبين لنا مستويات وطبقات الزيف في هذه القطعة تماما شأن ذلك شأن المصوبة الذهبية المزيفة عندما تصبح في متناول الصائغ بقليل من التركيز ومع فراسة وبداعة الصائغ وأدواته يكتشف بأن هذه المصوغة ربما تكون متقنة الصنع إلا أنها ليست ذهبا أو مأسا بل قطعة مزيفة في تقديري وظني أن الإبداع نادر ونفيس وقليل منذ الأزل وإلى الأبد عبر التاريخ دائما الإبداع أسه وأساسه الاشتغال في منطقة الاستثناء في مناطق مجهولة مناطق غير مطروقة مناطق غير مكتشفة وكذلك النقد هو أيضا دأبه الاشتغال على النصوص الاستثنائية الحقيقية والنقد لا يشعر بالملل أو الاكتئاب أو التذمر من النصوص التي ترهقه التي تتعبه والتي تحفز لديه الأسئلة دائما النقد الحقيقي شهوف بالنصوص الإشكالية الحقيقية وليست تلك النصوص التي تدعي الجدل أو نصوص مزيفة يعني النقد الحقيقي هو ملح الإبداع وأن فسد الملح فماذا يمكننا أن نتحدث عن الإبداع؟ ما سلف ذكره يقودني للقول أنه ضداني لا يجتمعان حول مائدة الأدب كاتب منتحل محتال يعتاش على النشل والاختلاس ومصاب بلوثة التطفل على النصوص الأقرى ومصاب بالتطبل أيضا ويعتاش على أو يعول على بساطة وحسن نوايا القرى والنقاد أيضا ويعول على ميليشيات السوشيال الميديا هذا من جانب وناقد حصيف أمين رزين لا يخون ذائقته ووعيه ولا ترهبه حشود السوشيال الميديا ولا ينحاز إلى ميلان ضيق قومي أو إثني أو طائفي أو محلي من هذا القبيل ناقد ثقة يحترم رأيه ويحترم القرى ويحترم النقد والوعي النقد هكذا ناقد يستحيل عليه أن يجتمع مع كاتب مزيف حول طاولة الأدب والأبدع اشتركوا في القناة